السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا رب تكونوا بخير معكم عبد محمد في فيديو جديد. ان هذا ان شاء الله هنشرح اه طريقة ازاي نعمل اكتر من خمسمائة الف حساب انستجرام بدون ايميل جيميل وبدون ايميل جوجل وبدون اه ارقام موبايلات تمام بس اه قبل ما اخش في الشرح حابب اشكر جدا الناس اللي دايما بتدعمني تمام وحابب برضو اوجه رسالة للحاقدين اصبر عليه ايامكم جاي تمام يلا بينا نبدأ في الشرح اول حاجة جماعة هنحتاج البرنامج ده اسمه تم ميل تمام النسخة المدفوعة طبعا هنأسيب لكم رابط البرنامج ده اسفل الفيديو اول حاجة هنخش على البرنامج هنغير تمام هندوس على كلمة تغيير هنا كلمة تغييرها يا جماعة شايفينها تمام وهنختار مسلا الايميل ده تمام وهندوس نسخ ونروح يا برينس اه منك له هنخش على متصفع جوجل كروم تمام ونكتب هنا تسجيل الدخول انستجرام اللي دايما بنختار من الصفع جوجل كروم علشان الناس اللي ما بتعرفش تقرأ انجليزي هتخش على المتصفح ده هيقلب لك الكلام عربي هنكتب انستجرام هنخش على اول خيار ده اللي هو وهندوس مرة واحدة او دائما عادة مش فارجة هيودهك يا زميلي لي القائمة داي هتصبر شوية كده وما صبركو الا بالله نستنى بس حمل تمام احنا معنا حساب هنا هنسجل خروض منه سنسد الخروض وبعد ما سدلنا خروج يا جماعة هنخش على الكلمة داي اهي شايفينه الاشتراك مع البريد الالكتروني او رقم الهاتف هندوس عليه تمام وهيوجهنا للقائمة التسجيل داي هيجب لك رقم الهاتف اه مش عايزين نضيب له هنا كندي تمام احنا هنختار البريد الالكتروني بيقول لك هنا تختار جميل او غتميل او ياهو فوقك منا عما حدش احنا بيمشينا على مزاجه احنا مش هنكتب غير البريد اللي احنا عايزينه تمام اللي هو البريد اللي كنا نسخينه من البرنامج وهندوس على التالي تمام بيقول لك هنا الاسم بالكامل وكلمة المرور هنكتب هنا الاسم مثلا ابدا محمد تمام وهنكتب هنا كلمة المرور هكتبها من واحد لست مرتين علشان اللي عايزي الامال ياخده هذا ما عنديش مشاكل تمام انا دايما الراضي المعطاء يعني بدي الناس تمام المهم خلال نكمل فيه موضوعنا هندوس على كلمة التالي تمام هيوجهنا للقائمة داي بيقول لك عايزة غير الاسم المستخدم لا احنا مش هايزين نغيره هندوس التالي لا عايزة غيره براحتك كلمة المرور هي سهلة التخمين طبط سواء انا هنرجع نغيرها تمام هنكون سيبة سهلة بس عشان لو حد يعني كان عوز الاميل هنكتب يا عمي ابدا زيره تلاتة وحايد زيره برضو تلاتة وحايد وهندوس التالي تمام يا جماعة يريد تكملوا الشرح للاخر علشان تستفيدوا بكل نقطة من ام الموضوع ده هندوس على التالي تمام ونستنى ما يحمل واهم حاجة يا جماعة نختار المتصفح ما تعملش اميلات من البرنامج لنا مش هيعمل ندوس هنا تخطي مش عارزين نتصل بالفيسبوك والبالزفت وهنا اضافة صورة شخصية اهضيف لكم صورة ثانية عشان عندي صورة خاصة ولا لكم خلاص مش مهم صورة هندوس تخطي بيجيب لك هنا اضافة رقم الهاتف يعني ما قولنا احنا مش عاوزين نضيف رقم هاتف هندوس تخطي تمام يا جماعة ومباشرة دخلنا على الاخوينت الخاص بينا تمام دي يا جماعة الناس المشهير طبعا احنا ما نشدعوا بيهم تمام دي الصفحة الخاصة بينا هننزل تحت هندوس على الراجل ده الراجل ابن الحلال ده تمام دي يا جماعة الصفحة الخاصة بيني لو حبينا نعدل عليه او زي ما انتم شايفين الاسم عبدو محمد الملف الشخصي كده لو عاوزين نغيره هندوس على تعديل تمام وهنغير اسم المستخدم لو حابين تغيروه انا هكتبه برضو ابدا وهنكتب بشرطة من اللي تحت دي ابدا تاني تمام يا جماعة وموقع كالكتروني انا عاوزة تضيف صفحة المدونة الخاصة بيك عاوزة تضيف اي حاجة هتضيف هي عاوزة تضيف الرقم هتضيف الجنس هتضيف اي حدا براحتك تمام هنضيف احنا الزكر تمام وهندوس فاعل تمام يا جماعة وهندوس في الاخر خاضع وزي ما انتو شايفين يا جماعة هاي الاكوينتات من غير رقم موبايل نعيد من تاني الاكوينتات هاي من غير رقم موبايل وبس بكده نكون وصلنا لهاية شرحنا يا ريت لو عجبك ام ميتين ام الفيديو واستفدت فدن انت كمان واعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته